لا تعد كونها أنباء لم تؤكد بعد لكن مجرد ذكر تمكن زعيم داعش الجديد من التسلل للأراضي العراقية أمر أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد لا تزال معلومات عنه غير محددة كل ما هو التوقعات وتحليلات وكالات المعلومات الاستخبارات الدولية التسريبات تحدثت عن دخول أمير المولي الصلبي المعروف باسم أبو إبراهيم القرشي مستغلاً الانشغال بأزمة تفشي فيروس كورونا فالزعيم الجديد للتنظيم ووفقاً للمعلومات المتداولة يستعد لإعادة ترتيب هيكلة عناصره بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها لكن محللين أخذوا تلك التسريبات بمحمل الجد فهم يرون أن تلك الأخبار وإن صحت فستعيد العراق إلى المربع الأول في معاناته مع تنظيم داعش نرى بأن حتى دخول أو وجود معلومات عن دخول المدعوى أبو إبراهيم القرشي إلى العراق مرة أخرى هو إعادة زخم لنشاط هذا التنظيم الإرهابي وإعطاءه قوة معنوية وروحية وبينما تعمل الجهات الأمنية لتحديد موقع أبو إبراهيم القرشي بالاستعانة بخارطة الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في الأسابع الماضية على نقاط عسكرية وعشائر ساهمت في الحرب ضد التنظيم يرى محللون أن مجرد فرضية تمكنه من الدخول للعراق تعني هشاشة في النظام الأمني للبلاد وما أن انتشرت تلك التسريبات حتى سارعت وزارة الخارجية الأمريكية بالإعلان عن جائزة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الزعيم الجديد صاحب التاريخ الأسود والسجل الحافل في أيدولوجية التنظيم المتطرفة في العنف والقتل والتنكيل عانى منها العراقيون خاصة الإيزيديين في فترة سيطرته على مساحات واسعة من البلاد روان حمزة الحدث